أن يفقى هذا الدين بما يليق بمقام الله عز وجل وعايز أبشر المصريين العظماء وكل المتابعين والمتابعات في البرنامج العظيم الحلقة اللي عملتها سيادتك في الزكاء الاصطناعي هتفتح آفاق علمية وفكرية للأبناء نجيل الأبناء وجيل الأحفاد وهتحميهم من الوصاية الدينية أو من الكهنوت الديني خلاص أصبح الوصاية الإفتائية متشكرين المعلمة الموجودة بس الجديد اللي ستك ذكرته أمس لما جبت صور مفابركة وصور حقيقية وقلت كيف لنا أن نعرف المزور والمبشوش من الحقيقي والصادق وانتهيتم في الجلسة أمس على أن الريهان كل الريهان على المتلقي المتلقي هو اللي هيقول هل يعقل الصورة دي تطلع من الرئيس فلان؟ هل يعقل أن القول ده يطلع من فلان؟ أنه مبر فاتي كان لابس كده أنه بوتين بيتحرك كده هذا المعنى هو ده اللي عملين نقوله في البرنامج هنا مع فهمنا للنصوص المنسوبة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث اللي حكم عليها بضع فيها أو بأنها موضوعة والحقيقة الأخرى الصحيحة الرهان كل الرهان على المتلقي لأن مطلوب على المتلقي منطق أيوة أنه يفسر النص بما يليق بالعظمة الإيمانية اللي مؤمن بيها شوف بقى مقام ربنا عندك قد إيه؟ شوف بقى مقام سيدنا النبي اللي بتحبه جوى قلبك قد إيه؟ فلازم تفهم النص على ضوءه هذكر حديث في غاية الأهمية لهذا المعنى اللي الزكاة الصناعية انتهى أو سينتهي إلى الرهان على الإنسان وكل الإنسان ألزمناه الطرف عنقه الحديث روى أحمد عن عارب بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم هو بيحكي بقى إن بيقول عارب بن أبي طالب إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهيأ والذي هو أدقى الصالب أيوة عارب بن أبي طالب يقول لكم لما تسمعوا أي حديث مروى عن سيد النبي أي حديث وأي مقولة اسمعوها وما تنتظروش واحد يقول لكم حديث صحيح لا ده حديث موضوع إما إيه؟ اجروه على قلبكم وظنوا برسول الله الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أدقى أهيأ يعني الذي يليق بهيئة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي يقولها طيب لو لقيته ليس أهدى ولا أهيأ أهدى يعني يحقق الهداية وأدقى يعني ماشي بالأصول المرعية كلام منطقي كلام ماشي بالمنطق افرض لقيت نص يخالف هذه شعوره التلاتة هتعمل إيه؟ تتوقف ولا تقف ما ليس لك بيه علم وتقول معلش النص أنا ما اسمعوش من النبي نفسه النبي لم يراجع النص ما يقولش كده ما يقولش كده فأنا متوقف تعرض الحديث على منطقك العقلي أيوة بإيه؟ بتكلت ضعوبة دول اللي هما وده سيدنا علي اللي بيقول أيوة فاند أنت كده بتحمي إيمانك بالله وتصديقك للرسول الله بما يليق بهما بما يليق بالله المقدسة وبما يليق بسيدنا رسول الله الذي له الكمال البشري ترجمة نانسي قنقر